وده احنا حصل عليه اكتر من مؤتمر في العالم وبدأ بالفعل طبيقه ووجده في العالم ان فيه بعض الدول كانت بتطبقه بسرعات مختلفة طبعا الكلام ده معناها بالضبط ان احنا نيجي نحط طبيب آلي تمام موجود في كل مستشفى صوفت وير بتاعه مجهز بكل المعلومات المطلوبة ليه طبعا انا هنقدر نوصل ان احنا نعمل الديجيتال سيرجري تمام والاوتومايز سيرجري فازرز نو نيد ان يبقى فيه جراحين مش محتاجين مهندسين تمام مش محتاجين اي حد يقوم باي شغلانة ويبقى البني ادمين وظيفتهم بحيدة خشيلي على كورونا بقى النظرية دي كانت موجودة قبل كورونا لا دقيقة انا شامي من كورونا كده مؤامرة من اجل تطبيق احدى النظرية انا لا اقول لا لا اقول ما ينفعش ان احنا نقول مؤامرات هو خلينا نتطفق على حالة الاقتصاد يفعل امرين تمام اذا ان هو يستفيد من حدث يحدث لتوجيه تمام او ان هو يفعل هذا الحدث من بدايته يصنع الحدث من بدايته والاثنين وارديب تمام الاثنين وارديب فالنهاردة احنا قد يكون موضوع كوفيد ناينتين ده احد الحاجات اللي ممكن تكون بتدفع في اتجاه الديجيتاليزيشن والديجيتال لايف والارتفيشال انتليجنت ان هو يحل محل البني ادمين وما الى ذلك المشكلة دي طبعا انا اعتقد انها ما هياش حاجة سهلة احنا بنتكلم تقريبا على ان اهل الكرة الارضية عدوا بعد كده من غير شغل فهذا يعني ان هناك مجموعة تمام من الناس هيبقى في ايديهم كل رؤوس اموال العالم تمام وفي الوقت نفسه بيتحكموا في كل الامور مش بس رأس المال لان احنا عم نيجي تكلم على التحكم الالكتروني في كل شيء اكيد ده هيبقى له اصحاب الاصحاب دول قد يكونوا مؤسسات قد يكونوا حكومات قد يكونوا مجموعات تمام احنا تعودنا على حاجة ان الافلام تحت الخيال العلمي اللي كنا بنشوفها تمام كنا بنشوفها وبعد مثلا 10-15 سنة نبص نلاقيها ماتريكس بقى وسلسل تمام لسبب ان لم يكن كلها خيال زي ما احنا متخيلين هو كان استقراء ايوه تمام واعتقد ان احنا امام هذه الظاهرة بشكل او باخر او بداية لهذه الظاهرة بشكل او طيب برضو انا عايز اقرب المشاهد من كورونا عملت فيه في اقتصاديات العالم ما قبل وما بعد تعال ان بص كده على الاقتصادات اللي اتأثرت في الكورونا هنلاقي ان الهيبي اندستري كله الصناعات الثقيلة اللي هي قلب الاقتصاد والصناع تمام والسبب الرئيسي في وجود البشرية بشكلها الحالي والثورة الصناعية التي حدثت الصناعات الثقيلة تأثرت بالمقدار يعني مهول قد يفوق في بعض الاحيان من 30-40% من حجم هذه الصناعات على مستوى العالم ده ادى الى ان زي ما طبعا شفنا ازمة البترول اللي حصلت وان الاقبال علي ما كانش مطلوب لدرجة نووصل في بعض الاحيان ل-22 و-23 بس طلع تاني وحاجة يعني بقوة الصناعات الثقيلة تأثرت الصناعات المغذية لها تأثرت صناعات اللوجيستيك او صناعات النقل والتخزين على مستوى العالم حصل فيها تأثر واضح جدا احنا هنا بنتكلم على ما يقارب من تلت سكان العالم اللي كانوا بيشتغلوا في الكلام ده حصل عندهم تأثير ثم نجد كذلك في مجال الزراع تمام احنا بنتكلم عن 25% من زراعات العالم والصناعات الزراعية في العالم تأثرت الصناعات الغذائية والFMCG او الصناعات السيئة للاستهلاك حصل فيها نمو شكلي في لحظة من لحظات نتيجة ارتفاع الديماند لان الناس حسوا بالبنك او حسوا بالزعر فبدأوا انهم يريد يخزينوا وبعد كده حصل فيها ركود شامل ممتد داخل داتي في اكتر من عشر شهوه طيب في المقابل صناعات الادوية والكمامات والمعقمات انا اعرف واحد كان تعتبره سلم باني عايزي في الصيدلية عمل نص مليار في جائحات كورونا حجم حجم الصناعات برضو الناس بتتكلم على ان الفرماسيتيكا اللي حصل فيه انا اعتقد الكلام ده ما هواش حقيقي لان حجم الحاجات اللي حصل فيها نمو تمام مقابل بقية الصناعات الدوائية والحاجة يا دكتور فيتامين سي ايوه وعقمات والمتغيرات كم في المية وفيتامين الزينك وفيتامينات ده الفيتامينات والمكملات دي حصل فيها في العالم كله كم في المية الديفلوبمنت او النمو اللي حصل في المسألة دي يقارنه كم في المية دروب حصل في بقية كل حاجة كم عملية جراحية تأجلت اه كتير تعم دكتور بقى عارف المناظر كم بيشنت ما بقاش متابع علاجاته بشكل منتظم و كم مرة حصل اوت فستوك للأدوية ومحدش خد باله من المسألة نتيجة انشغال الناس بموضوع الكوفيد ناينتين فأدوية الديابيتس وال وأدوية الأزمات وأدوية البلود بريشير وما إلى ذلك على فكرة هو اللي حصل ان احنا انشغلنا تماما تماما بما اريد لنا ان ننشغل به تماما ده كلام خطير ده انشغلنا بما اريد لنا ان ننشغل بها فعنده جملة دي لنا خطيرة